قفزة حضرية عملاقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إنشاء مراكز ضخمة للبيانات الموحدة بالدولة ساعدت على تحقيق التحول الرقمي الذي شهدته كل المؤسسات الحكومية لتقديم أفضل وأسرع الخدمات للمواطن المصري كلمات الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتح السيسي رئيس الجمهورية حضور الكريم اسمح لأفنم استعرض أمام حضراتكم استراتيجية مصر الرقمية بمختلف أهدافها ومحاورها الاستراتيجية فنم لها ثلاثة أهداف رئيسية أولها تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطن المصري المحور التاني والهدف التاني هو مسندة شبابنا للمنافسة بفعالية واقتدار في سوق العمل المحلي والعالمي والهدف التالت هو تشجيع ريالة الأعمال وتحفيز الابتكار ثلاثة أهداف محورها المواطن المصري من هذه الأهداف الثلاثة انبثقت محاور للعمل أولها التحول الرقمي ثانيها بناء القدرات الرقمية وثالثها دعم الابتكار الرقمي بالتحول الرقمي المقصود هو ما يكنت كافة أعمال الدولة وإجراءاتها لتمكن من تقدمها بهذا الشكل السهل والميسر والمحاكم في ذات الوقت لمواطنين في عام 2020 الحمد لله اكتمل بناء البنية المعلوماتية المصرية كل قواعد بيانات الحكومة المصرية أكثر من مائة قاعدة بيانات ربطت بالكامل وجرى تكاملها في عام 2022 تحديدا في 6 يوليو تفضلت سيادة كافنم بإطلاق منصة مصر الرقمية كان أنزاك عليها 130 خدمة حكومية مختلفة النهاردة منصة عليها 170 خدمة يسجل عليها أكثر من 8 مليون مواطن تقدموا بـ 45 مليون طلب لخدمات نقدمها بالتعاون مع الوزرات والجهات مقدمة هذه الخدمات المحور الثاني في استراتيجية مصر الرقمية كان بناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر مضربة على كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليستطيعوا الحصول على وظيفة في ظل الاقتصاد المعرفي بدأنا فنم بتصميم وإطلاق مجموعة وسعة ومتنوعة من مبادرات التدريب تستهدف كافة أطياف المجتمع المصري من مبادرات تستهدف النشط بدءا من سنة 4 ابتدائي مبادرات براعي مصر الرقمية للمرحلة الابتدائية أجبال مصر الرقمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بدأنا بإنشاء مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية الحمد لله أصبح لدينا 12 مدرسة حاليا مدرسة في كل محافظة ونسعى لاستكمالها بإذن الله في الفترة القادمة ليصبح لدينا 27 مدرسة مدرسة في كل محافظة كذلك أسسنا جامعة مصر المعلوماتية أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا أيضا لطلبة الجامعة والخرجين بمختلف خلفياتهم الأكاديمية والعلمية والعملية لدينا مجموعة وسعة من مبادرات التدريب ما بين منصات مهارة تاك مبادرة رواد مصر الرقمية وبنات مصر الرقمية خلال الفترة فن من عام 2018 إلى العام الحالي حمد لله وزارة للصلاة وتكنولوجيا المعلومات ضعفت عدد المتدربين كل سنة مئة ضعف من أربعة تلاف متدرب في عام 2018 إلى ربعمائة ألف متدرب في العام الحالي عشرين أربعة وعشرين ضعفنا الموازنة في ذات الوقت أربعة وثلاثين مرة من خمسين مليون جنيه لمليار وسبعمائة مليون جنيه وأساز نسيادتك في العودة إلى الفارق بين هذين الرقمين مئة ضعف للمتدربين أربعة وثلاثين ضعف للموازنة كيف أتحقق لأنه متصل بموضوعنا النهاردة المحور الثالث الحقيقة في استراتيجية مصر الرقمية كان تحفيز الفكر الابتكاري وتشجيع الأداء الخلاق كان لدينا في عام عشرين ستاشر ثلاث حاضنات بدأنا في مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية وحاضناتها سيادتك تفضلت بتشرفنا بافتتاح تمن مراكز في عام عشرين اتنين وعشرين الحمد لله بنهاية عام عشرين تلاتة وعشرين أصبح لدينا عشرين مركز من مراكز إبداع مصر الرقمية مركز في كل محافظة نعد هذا العام إن شاء الله الافتتاح من ستة لتمن مراكز جديدة ليكتمل حلم بناء مراكز إبداع مصر الرقمية مركز في كل محافظة خلال الفترة منذ عام 2022 لما افتتحنا 8 مراكز إلى نهاية عام 2023 هذه المراكز احتضنت 400 شركة في مختلف أنحاء الجمهورية ودربت رواد الأعمال أصحاب هذه الشركات الحقيقة فإن لا يمكن أن نحقق أي تقدم في هذه المحاور الثلاث دون أن نعنى أيضا بالقعدة التي تبنى عليها قنوات العمل هذه أو ما نسميه ممكنات العمل وهي البنية التحتية الرقمية في مقدمتها بدأنا في العمل على ثلاث عناصر رئيسية للبنية التحتية الرقمية كان أولها الإنترنت الثابت بدأنا منذ عام 2018 في مشروع لرافع كفاءة الإنترنت الثابت بكلفة استثمارية قدرها 2.5 مليار دولار الحمد لله نجحنا في مضعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى الآن 11 ضعف مصر منذ عام 2022 الحمد لله تحتل المركز الأول في إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت كذلك ضعفنا عدد أبراج المحمول وأتحنا أطياف تردودية للشركات العاملة بأكثر من 2 مليار دولار العنصر الثالث الحقيقة والمساوي في الأهمية لهذه العنصرين كان مركز البيانات العملاقة والحوسبة السحبية وهو موضوع في غاية الأهمية في الماضي كان كل جهة لديها خطة لميكنة أعمالها وتقدمها بشكل مرقما عليها أنها تقيم مركز بيانات داخل إحدى مقراتها تقتني في مجموعة من أجهزة الحاسب ومعدات تخزين وحفظ البيانات والتطبيقات اللازمة لما كانت هذه الأعمال عليها أن تتكبت كلفة إنشاء هذا المركز والمصاريف تشغيله وصيانته وتنمياته صناعة تكنولوجيا المعلومات الحقيقة تتجه الآن إلى مراكز بيانات عملاقة مراكز البيانات العملاقة بشكل بسيط هي مراكز تعد على مستوى تقني عالي جدا بمواصفات عالمية بالغة يعني الارتفاع والكفاءة وجهزة لاستقبال عدد ضخم من الحواسب وأجهزة تخزين البيانات والتطبيقات هذا الحقيقة يشجع الشركات العالمية المتخصصة في ما نسميه السحب الحوسبية السحب الحوسبية أيضا أنا عارف أنا أسف أنه يعني لبما مصطلح صعب حاول أبسطه يعني السحب الحوسبية هي ببساطة مجموعة من أجهزة الحاسب وأجهزة حفظ وتخزين البيانات وتطبيقات تربط ببعضها وتتاح لعدد ضخم من المؤسسات والمستخدمين في وقت متزامن السحب الحوسبية والشركات التي تستثمر في هذه السحب الحوسبية لا يمكن أن تبدأ في هذا الاستثمار ما لم يكن لدى الدولة التي يستثمر فيها مراكز بيانات عملاقة قدرة على استضافة هذه السحب الحوسبية كذلك الحكومة تعتمد على مراكز البيانات وما بها من سحب حوسبية في حفظ بياناتها وتطبيقاتها الحقيقة من ضمن الأهداف الرئيسية لهذه المنظومة أنه في الماضي في منظومة حفظ كل جهة لمراكز بياناتها كان لديها اختيار من اتنين إما أنها تبدأ بأجهزة أكثر من حاجتها تحسبا لتوسع مستقبلي هذا طبعا يكبدها كلفة استثمارية في البداية وممكن أنه في الوقت الذي تحتاج في هذه المورد الحوسبية يكون ظهر ما هو أحدث منها وأقل كلفة البديل الثاني كان أنه تبدأ بما تحتاجه فقط وحين تحتاج إلى توسع تضطر إلى البدء في عملات الشراء والاستيراد والتركيب والاختبار أيضا هذا يعطلها ويعيقها مع وجود السحب الحوسبية أصبح هناك موارد ضخمة فرية متعددة والجهة التي تدير هذه السحب الحوسبية لديها مرونة أن تناور بمواردها لتلبية احتياجات كل الجهات في نفس الوقت النهاردة فنم سنستأذن سيادتك في أن تشرفنا بفتاح ثلاث مراكز بيانات عملاقة أقامتها الدولة المصرية مركز البيانات الرئيسي مركز البيانات التبادلي ومركز البيانات الاستراتيجي الذي سيادتك مشرفنا فيه حاليا هذه المراكز الثلاثة متصلة ببعضها البعض بأعلى مستوى ربط معدة ومقامة بخصائص فنية على أعلى مستوى علمي وفقا للمعايير المعروضة أمام حضراتكم وزملائي سيسهبوا أكثر في عرض إمكانيات هذه المراكز الثلاثة الفنية كذلك اشتغلنا في نفس الوقت على السياج التشريعي المنظم لهذه مراكز البيانات هذه أصدرنا قانون حماية البيانات نعمل حاليا مع الجهاد ذات الصلة في قانون تصنيف البيانات أيضا أصدرنا سياسة الحوسبة السحبية أولا التي تلزم الجهاد الحكومية بتفضيل الحوسبة السحبية على النظام التقليدي السؤال المهم كيف تسهم مراكز البيانات في دعم ومساندة استراتيجية مصر الرقمية بمحاورها التلاتة التي حاولت أشرحها تحول رقمي كل منصات مصر الرقمية التي تقدم الخدمات المئة وسبعين والبيانات المتعلقة بها مختزلة داخل مراكز البيانات التي ستشرفها كذلك حين كنا نخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كان الرؤية أن تنتقل الحكومة حكومة لاورقية قدرة على أن تتشارك فيما بينها البيانات والمستندات بدأنا وقتها بإعداد كل التطبيقات التخصصية التي تميكن أعمال مختلف الجهات المنتقلة لدينا 114 جهة حكومية انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة كان لديها 600 تطبيق جرى تحولها وتطورها لكي تعمل على بيئة المراكز العملاقة والحوسبة السحبية كذلك أنشأنا مجموعة من التطبيقات التشاركية زي منظومة المراسلات وإدارة المشروعات والموارد البشرية وغيرها التي تميكن أعمال كل أجهات الحكومية أيضا في ذات الوقت في فترة الإعداد للانتقال إلى العاصمة جرينا أكبر مشروع أرشفة في الشرق الأوسط أكثر من 400 مليون ورقة هي كل الملفات الجارية داخل الحكومة المصرية جرى تسجيلها وأرشفتها وأصبحت متاحة رقمين من هنا فأنا نقول أن مركز البيانات بهذا الشكل ليس فقط هو عقل الحكومة المصرية بل هو عقل الحكومة المصرية وذاكرتها المؤسسية أيضا الحقيقة أن هذا يسهم في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية تطوير الأداء الحكومي وخفض الكلفة التشغيلية المحور الثاني في استراتيجية مصر الرقمية كان بناء القدرات وكما حاولت أن أشرح إحنا ضعفنا عدد المتدربين 100 ضعف وكلفة للتدريب تضعفت 34 ضعف التحقيق هذا الفارق لم يكن ليتأتى لو لا أننا كنا قادرين على بناء محتوى تدريبي رقمي من محاضرات وأفلام تدريبية ومواد تعليمية مختزنة في مراكز البيانات هذه وكل المتدربين قادرين على استرجاعها في الوقت المناسب لهم فبدأ الحقيقة اللجوء إلى التدريب عن بعض والتدريب بالأساليب الرقمية هو ما أتاح مضعفة عدد المتدربين أكثر بكثير ثلاث أضعاف مضعفة الموازنة المخصصة له أيضا في مجال دعم الإبداع وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليا حين ترغب أو تحتاج إلى موارد حوسبية أو ساعات تخزين أو تطبيقات عليها أنها تلجأ إلى مراكز بيانات وصحب حوسبية خارج مصر طبعا له كلفة ضخمة وبالعملة الصعبة النهاردة أصبح لدينا إمكانية تقديم هذه الخدمات للشركات النشئة ورواد الأعمال من داخل مصر أختتم فنم بمجموعة مؤشرات رقمية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات قطاع الحمد لله طوال الخمس سنوات الماضية ينمو بالنسبة تجاوز 16% وأعلى قطاعات الدولة نموا معدل نمو الصدرات الرقمية 26% في العام الماضي عن العام السابق له معدل نمو صدرات خدمات التعهيد بلغ 54% في عام واحد الحمد لله مصر تقدمت خمسين مركز في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي دوما مصر بإذن الله في تقدم وصدهار شكرا للمشاهدة